دار السلام مع حسن شاهين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الرائع الجميل بكم وبقلوبكم من هذه الإذاعة الجميلة الرائعة هذا البرنامج هو برنامج دار السلام ونحن في الحلقة الثامنة نتحدث عن دار السلام عن الجنة جعلنا الله جميعا ومن نحب من هذه الجنة وفي هذه الجنة نحن وآباءنا كنا بنتكلم عن دخول عصاة المؤمنين للجنة وذكرت حديث والآن نكمل على حديث وقد ورد في أكثر من حديث أن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار أو نصف دينار أو مثقال ذرة من إيمان بل يخرج منها أقواما لم يعملوا خيرا قط ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل أهل الجنة الجنة يدخل الله أهل الجنة الجنة يدخل من يشاء برحمته عز وجل ويدخل أهل النار النار ثم يقول عز وجل انظروا من وجدتم في قلبه حبة من خردل من إيمان فأخرجوه رواه البخاري حبة من خردل من إيمان نقطة ذرة من إيمان يخرج من النار ويدخل الجنة وفي حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن الشعيرة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن برة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن الذرة رواه الإمام البخاري ومسلم اللهم اجعلنا يا الله من هؤلاء الذين تخرجهم من النار وتدخلهم الجنة ولو كان في قلبه ذر من إيمان وما في شك كل السامعين وكل المسلمين وكل المؤمنين وكل الموحدين يحملون هذه الذرات من الإيمان وكلنا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فهذه بشارة لنا يا حبايب كلنا أننا سوف ندخل ونعيش في هذه الجنة اللي هنتكلم عن نعيمها بعد شوية آخر من يدخل الجنة شوفوا احنا تكلمنا عن حاجات كثيرة الآن هذه قصة مرة حلوة آخر واحد يخش الجنة حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم قصة آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة وما جرى من حوار بينه وبين الله عز وجل وما أعطاه الله من الكرامة العظيمة وقد جمع ابن الأثير روايات هذا الحديث في كتابه العظيم جامع الأصول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا يقول رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة مليانة فيرجع إلى الله فيقول يا رب وجدتها ملأة فيقول الله عز وجل اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها فيقول هذا الرجل فيقول أتسخر بي وأنت الملك الله أتسخر بي وأنت الملك قال عبد الله بن مسعود فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه يعني السنون ذلك أدنى أهل الجنة رواه البخاري ومسلم وهناك روايات كثيرة جدا لهذا الحديث أقل واحد في الجنة أدنى أهل الجنة عنده يا حبايبي ملك يساوي عشرة أضعاف الدنيا مو عشرة أضعاف بيل جيتس ولا ستيف حق الأبي لا دولة عندهم جزء من الدنيا عشرة أضعاف الدنيا كلها أوروبا وأمريكا وأفريقيا وأسيا وأستراليا ونزلندا وكله ده آخر واحد ما بالك بالناس اللي دخلوا الجنة من بدري اللي هو ربنا يجعلنا يا رب منهم قولوا آمين آمين يا رب العالمين نكمل اللقاء الجاي مع الحلقة التاسعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دار السلام مع حسن شاهين